ورجعنا لكم مشاهدين الكرام نجديد بعد هالفاصل ويسعدنا انه نرحب معانا بالستوديو بالكابتن امام عبد العال اهلا ومرحبا فيك مدرب حراس المرمى لنادي الشرطة العراقي سابقا ولمشرف العام على حراس ومدربي حراس المرمى بنادي فيوتشف ايضا سابقا اهلا ومرحبا فيك معانا ومرحبا اهلا بكم في البداية خلينا نتحدث عن هاي النسخة من بطولة خليجي 25 رأيت فيها بشكل عام وكيف شفت التحضير لهذا الحدث المهم في العراق اولا انا عايز ابدأ بان انا احيي جمهور العراق الجمهور العظيم اللي اثبت للعالم العربي كله انه جمهور وافي ومخلص لبلده بجميع توقفه شيعي السني كردي كله اتوحد على عالم العراق وحب العراق واثبات للعالم ان الشعب العراقي شعب امن وبيعشق الامن والامان ويحب السلام دي بداية لازم كل مواطن عربي يقولها لشعب العراق دي واحد اتنين عايز اشكر كل مسؤولين العراق اتحدوا على انهما ينجحوا البطولة في بلدهم عشان يرجع تاني المحتل الرياضي في قلب العراق تصفيات بطولات تتعامل تاني في قلب ارض العراق تلاتة عايز اشكر الشيخ حمد ابن خليفة ابن احمد الساني رئيس الاتحاد بتاع كاس الخليج ومكراها في قطر الراجل ده اتفق هو وكل مجلس التعاون الخليجي ان ما فيش دولة هترشح نفسها للبطولة اللي هي خليجي خمسة وعشر ليه عشان خاطر يسندوا دولة العراق عشان ترجع تاني العراق لحضن العرب لحضن الخريج عشان كل عربي يشعر ان العراق العراق دي حاجة كبيرة وقيمة وقامة فالبطولة دي ما هيش بطولة كورة خالص هي بطولة حب ورجوع لحضن العرب من العراق للعرب ومن العرب للعرب صحيح البطولة دي شهدت اكبر عدد من المشاهدين للكورة في المبطولة اللي معمولة في البصرة انقسنا عدد المشاهدين واللي بيدخلوا الاستاذ بتاع جزع النخلة بتاعة مباراة واحدة ممكن تكون بتاعة بطولة بحالها في دولة تانية من الدول اللي حصل فيها البطولة يعني اعجاز في عدد المشاهدين للبطولة داخل الملعب وخارج الملعب داخل الملعب وخارج الملعب يعني لو جوه الملعب فيه اربعين او خمسين فيه بره مش عارفين يخشوا زيهم يعني عايز اقول المكان اللي اختاروا فيه اقامة البطولة هو مكان مناسب ورائع البصرة بصرة الخير بصرة الكرم بصرة الامان فكان الاختيار للمكان موفق عايزين نقول ان البطولة لمت تمن فرق ما يميز البطولة يعني تمن فرق تقريبا سبع فرق جابوا بطولة الكاس الخليل فده ما يميز